أهلاً وسهلاً بحضراتكم والجزء الأخير من برنامج الترند نروح للترند المحلي لأن الترند المحلي مهم جداً خلال الساعات الجاية لأن الأمر بيتعلق بمنتخبنا الوطني بكرة زي ما قلت في بداية الحلقة في اجتماع مهم جداً لمجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام هيتم مناشط آخر الأخبار الخاصة بالتقارير الفنية للجهاز الفني المنتخب الأول والأولمبي والمدير الفني للاتحاد والخبير الأجنبي اللي هيقود لجنة الحكام وأيضاً موقف الجهاز المعاون بالنسبة لي المنتخب الأول كورة بلاس النهاردة كان بيلقى الضوء على هذا الأمر كورة بلاس بيكشف كواليس الانقسام حول تواجد الحضري وشوقي في جهاز المنتخب الفكرة أن في انقسام حول بقاء شوقي والحضري في الجهاز المعاون المدرب البرتغالي باولو سوزا يعني كورة بلاس خلاص أجزم وأكد أنه يكون مدرب المنتخب هو باولو سوزا واللي بات قريباً من تدريب المنتخب خلفاً لإهاب جلال المصدر قال عدد من أعضاء داخل اتحاد الكورة اقترح ضم واق الرياض بدل محمد شوقي وكمان الكابتن طري سليمان مدرب حراس بدلاً من عصام الحضري إلا أن المدير الفني المحتمل لقيادة منتخب مصر البرتغالي باولو سوزا يرغب في استحاب جهاز معاون بالكامل أجنبي وعدم الاستعانة بعناصر محلية في جهازه ولكن هناك مفاوضات معه حول وجود عنصر مصري قد يكون مدرب مساعد يتم الاستعانة بمدرب حراس أجنبي في انقصام سيتم حاسمه بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري واجتماع غداً يحسن مسألة فكرة التعاقد مع باولو سوزا هل التعاقد سيكون مع باولو سوزا؟ هل ممكن يكون باترس بوميل وهو مواطنه أيضاً؟ قد يكون هو المدير الفني لمنتخب مصر؟ ولا باولو سوزا هو المدير الفني لمنتخب الأول؟ وباترس بوميل سيكون هو المدير الفني للمنتخب الأولمبي؟ لأن خاصة الملافات دي بيتم تناولها ومنقشتها من كلا الطرفين سواء كابتن حازم إمام أو كابتن محمد براقات هل كابتن حازم مسؤول عن المنتخب الأول؟ فبيفاود باولو سوزا وبرقات بيفاود باترس بوميل عشان يقود المنتخب الأولمبي وارد كل ده نعرفه بكرة بكرة كمان بالإضافة للخبر ده ومسألة الجهاز المعاون لما يتم الاستقرار للمدير الفني هنعرف الجهاز المعاون هل هيستمر الحضر شوقي ولا هيتم الاستعانة بأفراد أخرى؟ ده برضو هنعرفه المفروض ده بكرة لما يتم الإعلان عن جهاز المنتخب لكن نقطة كمان مهمة عايز أضيفها مع الأجهزة الفنية المتعلقة بالمنتخب غدا في كلام متردد في الساعات الأخيرة أن برضو ممكن يتم الاستغناء عن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي والتعاقد بشكل رسمي بدءا من 1-7 مع الخبير كلاتنبرج طبعا خبير تحكيمي وسبع إدارة العديد من المباريات في الدوريات العربية حاليا كان عنده تجربة في اليونان طبعا تجربته الكبيرة ومشواره الكبير في الدور الإنجليزي ده الاتجاه الأقرب أن يتم الإعلان عن التعاقد مع كلاتنبرج بدءا من 1-7 بس هيكون هو رئيس لجنة الحكام وسيتم توجيه الشكر أو إقالة رئيس اللجنة الحالي الكابتن عصام عبد الفتاح ده خبر بيتم تدوله خلال الساعات الأخيرة ما بين أسرة الوسط التحكيمي ولكن ننتظر غدا الإعلان الرسمي إذا كان فيه قرار رسمي هيتم اتخاذه غدا بخصوص موقف رئيس لجنة الحكام في ظل حسب المعلومات برضو اللي طلعت من داخل الاتحاد أنه هو استأذن وسافر عشان يحضر كأس أمم أفريقيا للسيدات في المغرب على الرغم أنه وقت ما كان فيه دعوة عشان يحضر كأس الأمم الأفريقية للرجال في الكاميرون اعتذر وانشغل بيئة للسجدات التحليلية ولو يسافر في مهمة مهمة جدا مع الاتحاد الأفريقي اعتذر عن الرجال وسافر لحضور كأس أمم أفريقيا للسيدات